مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، مساهمة المغرب وإسبانيا والاتحاد الإفريقي موضوع المنتدى الإسباني المغربي الثاني حول الأمن ومكافحة الإرهاب بالرباط اللقاء الذي تنظمه مؤسسة الثقافة العربية يهدف إلى إبراز جهود التعاون بين المغرب والجارة الإسبانية في المجال الأمني فالتعاون ديال المملكة المغربية مع الجارة الإسبانية في موجات دائرة الإرهابية وأصبح حاليا نموذجا يحتدى من طرف جميع الدول فتبادل الخبرات وتبادل المعلومات هو السبيل الوحيد من أجل مواجهة هذه الضائرة التي أصبحت تأخذ وحد المنحة خطير في منطقة الساحل جنوب الصحراء هذا الإرهاب الذي أصبح ظاهرة إنسانية تعاني منها كل الدول والحضارات والشعوب والمغرب تمكن بفضل مهنية أجهزته الأمنية واحترافيتها وتعبئة كل أجهزة الدولة تمكن من إنتاج تجربة مثالية أصبحت حقيقة مميزة شخصية مغربية وإسبانيا مهمة شاركت في اللقاء وذلك للتعريف بالخطر الأمني الذي أصبحت تواجه المنطقة مؤخرا خصوصا بعد تفشي الجماعات الإرهابية المتطرفة بشكل كبير قضية شغلت العالم بأسره استطاع المغرب التصدي لها عبر اعتماد سياسات أمنية استباقية مميزة أصبح من الضروري نحن في مؤسسة التقافة العربية أن نطرح للنقاش العمومي أمام الرأي العام ليس فقط المغرب والإسباني وإنما الرأي العام الدولي حتى نسلط الدوء على ضرورة التعاون الإقليمي للقضاء أو الحد على الظاهرة الإرهابية فالمقاربات الأحادية التي تنتهجها بعض دول المنطقة في نظرنا ليست هي الحل الحدث شهد أيضا لقاء خاصا بين وزير العدل المغربي وسفير إسبانيا بالرباط وذلك لتدارس أفق التعاون بين الجانبين من حيث التصدي لخطر الإرهاب وإرساء الأمن في البلدين